خصصت المديرية الجهوية للتربية الوطنية بسالة ثمانية مراكز لتلقيح 82.333 تلميذاً من الفئة العمرية ما بين 12 و 17 سنة عند نفس سالة 82.000 وتسعود تلميذة وتلميذ اللي هما في هذا الـ 13 و 17 فيهم يعني بغض نظر على السلك فيهم حتى الابتدائي يعني الراكيل الابتدائي اللي هو عنده 12 سنة اللي هما 1.400 تقريباً ليل تلميذ وتلميذة اللي هما في الابتدائي واللي حتى هما عندهم ذلك 11 عام 11 عام و 9 شهر لأنه أخذينها 12 عام تلقاً من 31 دو جنبير 2021 في مدينة سالة إن شاء الله عندنا 82.000 ما يناهز 82.000 تلميذ للتلقيح عندنا 8 ديال مراكز للتلقيح ما يصطلح عليه بفاكسينو دغام سكولاخ 4 ديال مراكز فيها تلقيح لقاح سينوفام 4 ديال مراكز فيهم تلقيح لقاح ديال فايزا وتندرج هذه العملية في إطار توجيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل ضمان دخول مدرسي آمن وطبيعي لموسم 2021-2022 ترجمة نانسي قنقر